بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث في الممسوحات في الطهارة وقد انتهينا من قيان المس على الخفين ثانيا المس على العمامة العمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه وحكم المس على العمامة جائز والدليل على الجواز حديث المغيرة ابن الشعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ما مقدار ما يمسح من العمامة لا بد أن يمسح أكثر العمامة أو غالب العمامة فلو مسح جزءا منها لم يصح ويستحب إذا كانت الناص يبادية أن يمسح على العمامة شروط المسح على العمامة يشترط في المسح على العمامة شروط منها أن يكون المسح على العمامة الخاصة بالرجل التي يلبسها الرجل لأن العمامة من اللبس الخاص بالرجل وعلى هذا لا يصح للمرأة أن تلبس العمامة وتمسح عليها لأنها تكون من المتشبهات بالرجال ويشترط كذلك ما يشترط للمسح على الخف من أن تكون العمامة طاهرة عينا ومباحة وأن يلبسها على طهارة وأن يكون المسح في الحدث الأصغر ويشترط كذلك أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها جزء تحت الحنك أي الرقبة وأن تكون ذات ذؤابة وهي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف وهذا الشرط خالف فيه ابن تيمية قال لا دليل على اشتراطه ومن اشترطه يرى أنها لا تكون العمامة فيها مشقة في النزع إلا إذا كانت محنكة أما إذا لم تكن محنكة فإنه لا مشقة في نزعها وهل يشترط للمسح على العمامة وقتا كتوقيت الخف اختلف العلماء فالمذهب أنه يشترط أن يؤقت للمسح على العمامة وقال البعض لا يشترط ذلك ألحق بالمسح على العمامة المسح على الخمار فالخمار جمع خمر وهو ما أخوذ من الخمرة وهو ما يغطي أو يغطى به الشيء فخمار المرأة ما تغطي به رأسها وسميت الخمر كذلك لأنها تغطي العقل وقد اختلف العلماء هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار فقال بعضهم لا يجوز ذلك لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس في عموم قوله وامسحوا برؤوسكم وإذا مسحت المرأة على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس بل مسحت على حائل فلا يجوز والمسح على العمامة قالوا هذا مستثنى لأنها وردت حديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فنقول بالمسح للأحاديث وقال آخرون أن المسح على الخمار جائز واستدلوا على ذلك بالقياس على العمامة فقالوا إذا جاز الرجل أن يمسح على العمامة فكذلك المرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار وذلك للمشقة الموجودة في كل منهما من قال بالمسح على الخمار شرط له شروطا من هذه الشروط أن يكون المسح على الخمار خاصا بالمرأة لأن الرجل ليس من لبسه الخمار الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن تكون الخمر مدارة تحت الحلق لا مطلقة وذلك حتى تحصل المشقة في نزع هذه الخمر فإن لم تكن مدارة من تحت الحلق فإنه لا مشقة في نزعها وكذلك اشترطوا في المسح على الخمار ما يشترط في المسح على الخف وعلى العمامة من أن يلبس الخمار على طهارة وأن يكون المسح في الحدث الأصغر وأن يكون الخمار مباحا غير مسروق ولا مغصوب إلى غير ذلك من الشروط التي سبق ذكرناها فهي تكون مشروطة في المسح على الخمار